من هذه الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع الصينية مؤخرا وذلك احتجاجا على الإجراءات الصارمة التي تقوم بها الحكومة الصينية تجاه الإصابات بفيروس كورونا كنا شاهدنا بطبيعة الحال هذه الاحتجاجات أثرت بشكل أو بآخر على تحركات الأسواق العالمية بشكل كبير يعني تأتي هذه الاحتجاجات بعد الارتفاع في الإصابات إلى مستويات قياسية عدنا فيها إلى مستويات العام 2020 مع بداية جائحة كورونا في العالم بعد تسجيل مستويات وإصابات كبيرة داخل المدن الصينية والرئيسية في هذه المنطقة نتحدث مظاهرات لأول مرة في عقد لم نتشهدها الصين ولكن نعود ونشهدها من جديد داخل هذه الشوارع يوم الثالث على تولي تجمع مئات المتظاهرين ضد هذه القيود يعني نتحدث عن الصين التي استمرت ومتشددة ولا تزال متمسكة في سياستها المتعلقة بكوفيد زيرو والوصول بصفر إصابات كنا نشهد تراجع الإصابات مؤخرا ولكن عادت في خلال الأشهر القليلة الماضية والارتفاعات القوية نتحدث عن البر الصين الرئيسي احتجاجات لم يشهدها منذ تحديدا هذه المستويات لم نشهدها أو هذه الاحتجاجات بشكل كبير داخل هذه المدن منذ تولي شيجينغ من السلطة في الصين قبل تحديدا عشر سنوات أي عقد من الزمن بالنسبة لهذه المدة أو فترة الاحتجاجات في المدن الصينية القيود الصارمة يعني نتحدث عن قيود كوفيد 19 أكثر سرامة في العالم ثلاث سنوات يعني نقترب من ثلاث سنوات والصين لتزال متشددة بسياستها على الرغم من الإغلاقات التي أثرت على اقتصادها بشكل كبير لأنها لتزال متمسكة في هذه الإجراءات الإصابات عند مستويات قياسية نتحدث عن إجمال الإصابات تجاوزنا فيها ثلاثمائة ألف إصابة مؤخرا الأسبوع الماضي أعلننا عن هذه الإصابات التي عادت إلى مستويات العام 2020 عندما بدأت شائحة كورونا في الانتشار أنا ذاك عدنا إلى هذه المستويات وفي ظل هذه التراجعات أو الارتفاعات في إصابات كورونا ردت فعل الأسواق كانت بطبيعة الحال يعني الاعتماد الكبير على أصين كمركز صناعي رئيسي في العالم نتحدث عن ثاني أكبر الاقتصادات في العالم وتحديدا أن تحدثنا عن حركة العملة المحلية اليون أمام الدولار منذ بداية العام نشهد عليه تراجعات يعني ليس فقط بفعل هذه الاحتجاجات ولكن منذ بداية العام 2022 مع استمرار هذه الإجراءات تأثر بشكل أو بآخر وقوة الدولار كذلك أضعفت اليون في التحركات القليلة أو في خلال الفترة الماضية النفط بطبيعة الحال أبرز أو أكثر المتضررين نتحدثنا عن السلع الرئيسية نتحدث عن الصين من أكبر المستهلكين في العالم انخفاض الأسبوع الثالث على التوالي خامبرين تراجعات اقتربت من أربعة في المئة نتحدث عن وصلنا بفعل هذه الاحتجاجات لأدنى مستوى سجلنا على مدار هذه الجلسات أدنى مستويات العام 2022 خامبرين تدول عند مستوية الواحد وثمانين دولار للبرميل قطاع الطاقة تراجعت واحد وسبعين في المئة وأرباح القطاع الصناعي ثلاثة في المئة متراجع أول عشرة أشهر يعني لا تزال سواء القطاع الصناعي والإنتاج جميع القطاعات في الصين تزال متأثرة يعني سواء في ظل هذه الإغلاقات سلاسل الإمداد التي تأثرت بشكل كبير مع بداية الجائحة وتعود مستمرة فعليا لا تزال بالنسبة للصين المحاصيل الزراعية في الصين تدفع الثمن وفي ظل قيود الجائحة نتحدث عن هذه السياسة المتمسكة بها الحكومة الصينية صعوبة في توصيل هذه المحاصيل بسبب الإغلاقات الصارمة يعني حتى الإغلاقات ما بين المدن يعني لن تحدث فقط عن الإغلاقات الخارجية أو مع الدول وحتى داخل الصين نشهد بعض الإغلاقات نتحدث عن إجبار مزرعين على تدمير المحاصيل في ظل هذه المخاوف من انتقال العدوى بالنسبة لهذه السببات وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتكاليف وقد نشهد كذلك أزمة غذاء داخل المدن الصينية بفعل هذه القيود وبالدرجة الأولى تعود كل هذه الأسباب إلى القيود التي لا تزال متمسكة بها الحكومة الصينية في ظل الوصول إلى استراتيجية زيرو كوفيد خلال هذه الفترة ترجمة نانسي قنقر